رئيس نقابة المهنة الموسيقية والمهنة المجاورة البارح كنت حاضر افتتاح مهرجين كرتاج اي اي اذا كان رأيك كفنين او كمواطن عادي او كنقيب فما تنسيرش ناخدوهم الثلاث لا نحب نعطيك كمواطن عادي بحاجات بوزيتيف في العودة لحياة الثقافية فذي اللي عارقنا عليه احنا كنقابة ووقفات حجاجية البارح دي جادي سيوذنير اكد ذكرتم في كيفاش في البركينغ تعمل صح كرتاج عاملين واقف احتجاجية غاديك وكيفاش الامن الرئيسي ما خلال نش نخرجو بش نتوجه بمسيرة الى الاقصر رضو ما دي سيوذنير حلوين عارقنا على هاللحظة هذيك هرمنا لك اللحظة هذيك الحمد للين رجعت الحياة الثقافية كرتاج البلح كون بلي 100% حاجة تفرح بصراحة اعود الحياة الثقافية الشعب التونسي شيخ انا نتفرج وانتي تشوف بحذي بحذي بحذ بعضنا بحذ بعضنا اي انا ما قالولي ان انتي مندس في مكان الصحفيين انتي اللي مرحبا بيك قلتلي قلتلي معاد احنا والصحفيين ما مرحبا بيك عاد الفرحة الجمهور التونسي قبل العرض اللي من السبعمة عشرية لمصر حتعبها الناس شيخة اقبل العرض بساعتين الناس ولا تتغنيوا حدا وناس تقوش عليها صهرية خاصة اجوية ياسر ممتازة احنا انا براح شخصيا روحت والله اجي اعمل كيف على الببليك وكفنين كفنين شو عرض ديما لفون برمير عرض عشاق الدنيا البارح اللي عبد الحمين عشاق الدنيا شو هي كفكرة ارى وانا ارى منيش بش نفتيه برشو منحبش نعطي رايكو كذلك العرض كفكرة كمسلسل باش تباوبوا وتحطوا سيوغسين نسمع في برشا كلم تأوه مكتعرف هاو مجيبش جديد ولا هاو الفن الشعبي اجتهد خدم ونقوله يعطيه الصحة وديما نقول لها فون برمير انا نتصور فما اخطاء ما نجمش واحد ما يقولش فما اخطاء ارى فما اخطاء اما نتصور كعب الحمين او حتى الناس المشاركين معها الكل ينجموا يتصلح كذا وكذا فما نقاط موذيئة بصراحة انا شخصيين رغم اللي بعيدة عالموذيكا البارح مهذ برميلي بصراحة وكذلك القران الكبير محنوش اي حسين محنوش يعمل اي ما اعمل قديش السين متاعهم بتاعها تروى كات مينوت بصراحة زلزل بها انا قتلهم السين ممسلين كل محليهم البارح حتى الفنانين اللي موجودين والعاسفين وكل ارموني مزير حاجة اخرى بربي موسيقية اكا شوفنا الوتري بفرقة فيها سبعة من الناس وشوف عبدالوب الحنيشي غانا محبوب يزوز اغاني واترية فرقة فيها سبعة من الناس باشتفهموا قيمة الموسيقي التونسي والتنفيذ ولايف وفي لحظة طلعوا شادوكريسيهم ولي ميكروت حتى كده وخدموا وخدمة وكرتاج تمانية غافة وتسعة غافة وتفعلوا معهم يزيدا من نقاط الموذيئة والحلوة وزيدة الباحة ومن نقاط الموذيئة نتصور سيميهر في الموذيكا كي تشوف انماط الموسيقية لكل فردسين شوفنا الشعبي الوتري شوفنا الإلكترول فوق زيدة اي 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 رو شو راي الموذيكا راي حاجة تلم عمرها ما تفرق بالعكس وهي شو راي كلها احاسيس خواطر افكار تتلم وتتحط سوقسين عبد الحميد بوشنيق والتفلن كبير زيدة كذلك اكيد ما تربي زيد على ابوه وافكار لوت في بوشنيق كذلك وحتى الموسيقية الكل اللي راو صالح فرزية بربي فما واحد بش نقول انا و بش نتحمل مسؤوليتي في النقطة ذي اللي انا ريته البارح اكثر من اشتر اشتر عشاق الدني موجود اللي هو الفنان هشيم الخذيري عازف ايل تلمزه مانيكي اي انا احضرت في البرايف وشوفت على عيني كيفاش التسيير والتفنن والتقنن في عملية الشيخ سين فمش حتى لدي كلاش في الخدمة كل غنية في وقتها وشوفت اعطاه فكرة هو يشيم يشيم نعرفه صديق دكتور في الموسيقى كذلك وعازف ايل تلمزه كان عنده اضافته واضحة حتى حد من يجي مشكفه تو كمواطن قلت العرضة عجبني كفنان قلت العرضة عجبني كنقيب كنقيبه نبارك الفكرة هذيه مدين متوانسة يا اخويا انا معاك شوفتشو يبداش نبارك عرض دون المستوى كنقيب باش نبارك ونقول برك الله فيهم نشكر ايدات كرتاج اللي برجوه ان شاء الله نزيده شو رو عنا برشا رو في انا تمنيت وحاجة لتوه واجعتني وحتى سيكاميل فرجيني والله يا عمدي ساعة لتالي نحكي معنا الهدي حبوب الهدي حبوبة لتوه ما نعرفش عليهش تقلقتني عدم حضور الهدي حبوبة مهما رو حكيت مع سيكاميل فرجيني ومهما انا فهمته بوجهة نظاره متاعه اما باقي منيش مقتنع شخصيا شخصيا غياب الهدي حبوبة شاء الله ربي يتقول في عمره غيابه من عشاك الدنيا ولا غيابه من مهرجين لا من عرضه خاص عرض الخاص بتاعه في مارس كرتاج لانو كان نورمال مو كان مبرمش في كرتاج في كرتاج هاوش قولك الفكرة هو صحح على عقد متاعه وكي يقولي هو سيكاميل فرجيني يقولي انا طلبت يعود يجيب رؤية جديدة للعرض متاعه كي هو صح مع مدير سابق طول سيكاميل فرجيني يقولك لهدي حبوبة يلزم يجيبله رؤية جديدة وبالك شي حتى مديني نجم يزيد نجم عرض يزيد هو هدي حبوبة اللي فهمته انه ما جيبلوش ملفه كهو مشي على حكاية هذيك انك فن ما تقدموش بلفه واللي هو غير ما عندوش الإيرادة بشي حب يتبارمش في كرتاج ماذا بكرك شفت هدي حبوبة في كرتاج عرصة من عرص الفن الشعبي رو هدي حبوبة رو هدي مشي نقوله حتى الكبرات الفن الشعبي طول المؤدين الكحلاوي السامي لصيف وليد المصطفى الدلاجي الكل يقولك لهدي حبوبة كبير ورمز رمز هالعادي سيمير مازلنا نحكيه على ملفات ودوسيات الفنان كبير كما هدي حبوب مازلنا نحكيه انه لازم يقدم دوسي ورؤية جديدة انا نربطها كيكا لك الاداريين وهذه معضلة كبيرة معضلة كبيرة انا بشنا نخرج على السياقة ذي وفي حاجة خاصة بي انا انا فنان نغني اللون الملوف وولد مدينة تستور انا عندي في المدينة ذاية ثلاثين سنائة ثلاثين سنائة على اقل عندي عشرين سنائة وننغني في مرجان تستور توا عندي ثمانية سنين ما ما مبررنيش عليش نجييه نقدم دوسي لانو انتم تعرفوني انا شو نغني هذيك عليش قلتلك هالمعقول مثلنا هذي حبوبة يقدم في دوس نرجعوا معضلة كبيرة الناس اللي قاعدة تبرمج اللي هي ما هيش مؤهلة ما احترامي لبرشة مهرجانية تنقول ومؤهلية لكن فما والمعضلة الكبيرة اللي وليت معانتش مديري مهرجانية ولد جمعيات الجمعيات هذي هذي قاعدة تبرمج في المسرح وهو تلقاه عنده مهنة بعيدة على الميدان الفني ولكن يولي يدخلك في برمج العروض المسرحية العروض الفنية العروض الترابية العروض الشعبية اللي انا رأى ما عنده حتى علاقة بها لكن الاسف ما نيش قاعد نحطه في الرجل مناسب المكان مناسب بخصارة هذي حبو بس نحبينا نشوفوه حبينا نشوفوه في مهرجان الكرتاج رو ما ننجموش النقص وروا من قيمة الخدمة اللي تخدم في إدارة مرجا كتير كرتاج وكذلك وزارة شون ثقافية راني انا بشقوة على مسؤوليتي راي السيدة الوزيرة دي رو من اكثر ناس اللي رأى فيها قاعدة تخدمة اه قاعدة تخدمة في برشة مجلية اخر سيمير حكيتلي كل شي اللي عجبك في العرض فما حاجة نتصور ما ما عجبتكش ولا كافتتاح كامل مش كعرض ايه ممكن فما زوز نقاط وننتصور نعذر الهيئة التنظيمية على وصل اكل خوذة اللي سايرا لوت ايه تنظيميا فمتني هذيك ايه ولا هني قلتك نعذرهم انا فمتنيش وفما شوية الصن الصن انا نعرف سيمي ونعرف الاولاد اللي تكنيسيان سيسور ديما العرض لول ديما قولي تلافون بريمير نعذر الاولاد وننتصور الليلة بشكون عرض انجح من البرح هذي فني متأكد مش متصور عرض اليوم بشكون فما هكا الديديتاي صغار ديجا حتى المتربية اللي يطعوا يغنيوا البرح وكلا حتى حتى سيميلي وصيف قالوا زيدني هوني وتسمع في زيدي اسمعنا برش كلمة زيدني هوني زيدني هوني اسمعنا برش كلمة زيدني هوني اسمعنا برش كلمة مرات ايه برش هتقالت الكلمة هذي اما غرسو مدو عرض غرسو مدو يستحق يستحق بالتصليحات وبنتصور عبد الحميد راول